الشغلات بيبقى عددهم بالألاف يعني بيوصل لموسم النشاط والمصطلحات دي قلت لك عليها موسم النشاط يعني موسم تفتح الأزهار بيوصل لحوالي أربعين ألف شغالة بتبقى موجود في الخلية اللي هي قدامك دي الصغيرة طيب الزكور بيبقى عددها بالمئات يعني ستمية سبعمية تمنمية تمنمية زكر نحل في الطائفة يبقى دي كلها بسميها طائفة يبقى في الإنسان الأب والأم والأبناء سمتهم أسرة في النحل الملكة والشغلات والذكور سمتهم طائفة واتكلمت الحلقة اللي فاتت برضه على أعمال أفراد الطائفة أعمال أفراد الطائفة الملكة بتعمل إيه؟ إيه أعمالها؟ الشغلات أعمالها الزكور أعمالها الملكة برضه هذكرك بيها الملكة ليها عملين أول حاجة إنتاج ووضع البيض تاني حاجة إنتاج مادة الملكة أو فيرمون الملكة وقلت لك البيض اللي هي بتنتجه الملكة إما أنه يكون بيض ملقح أو بيض غير ملقح البيض الملقح بينتج عنه شغلات وملكات يعني بينتج عنه إناس أما البيض الغير ملقح بينتج عنه ذكور وقلت لك على أعمال الشغلات وقلت لك أن الشغالات لها أعمال داخل الخلية وأعمال خارج الخلية ولكن الشغالة اللي هتعمل داخل الخلية مالهاش عمل خارج الخلية هم بيبقى فيه تأسيمة كده واحد وعشرين يوم بتعمل داخل الخلية بتعمل في ايه داخل الخلية طيب بتعمل في انتاج الشم السلام راح يكون الازهار وتغزينه في العينون السوداسية تغزية الملكة تغزية اليراقات وهعرفك ايه هي اليراقات دي في دورة حياة طائفة نحن العسل اللي احنا نتكلم عليها حراسة الخلية نضافة الخلية او تنظيف الخلية يبقى دي الاعمال الداخلية اللي الشغالات بتقوم فيها داخل الخلية في مدة واحد وعشرين يوم بعد كده بتنتقل للعمل او للاعمال الخارجية اللي هي خارج الخلية اللي هي بتجيب من بره ايه بتعمل خارج الخلية في ايه اول حاجة بتجيب راحيك الازهار راحيك الازهار ده اللي بتحوله العسل وقلتلك ايه هو الفرق بالرحيك الازهار والعسل حبوب اللقاح اللي بتجيبه بتجيب كمان البروبليس بتجيب الماء حبوب اللقاح والعسل بيكونوا بيكونوا غزاء للنحل داخل الخلية لاني قلتلك لازم الغزاء داخل الخلية بالنسبة لأفراد النحل لازم يبقى متكامل متكامل يعني ايه؟ يعني بيحتوي على جميع العناصر الغزائية اللي هي بيحتاجها النحل طبعا العسل مواد كرباهيدراتية مصدر للمواد كرباهيدراتية الحبوب اللقاح مصدر للبروتينات يبقى بيخلط العسل مع حبوب اللقاح داخل الخلية وبيتغزوا عليها مين اللي بيتغزى عليها هنعرف في دورة حياة الافراد طيب دورة حياة افراد نحل العسل بقى يبقى قلنا طائفة نحل العسل لازم يبقى متفقين ان مالكة وشغلت وزكور طيب دورة حياة المالكة ايه؟ دورة حياة المالكة في الاول خالص لازم تعرف تطور النحل النحل من ردبة غشائية الاجنحة حشرات ردبة غشائية الاجنحة التطور بتاعها تطور تام او كامل التطور التام ده او التطور الكامل ده يعني ايه؟ يعني البيضة بتفقس بيطلع منها ياركة اليركة تتحول الى عزراء العزراء تتحول الى حشرة كاملة يبقى ما يجيش واحد صاحبك يقولك النحل بيلد لا النحل لا يلد يقولك ليه لا يلد لازم تبقى عارف ليه لا يلد النحل لانه هو حشرة ومن الصفات العامة بتاعت الحشرات ان هي طبيد ولا تلد يبقى انا لما اجي اكلمك عن النحل بدخلك برضو في مادة البيولوجي عندك مادة وقاية النبات من الصفات العامة للحشرات ان هي طبيد ولا تلد يبقى البيضة تتحول الى ياركة اليركة بيطلع بتفقس بيطلع منها ياركة اليركة تتحول الى عزراء العزراء تتحول الى حشرة كاملة طيب مدة او دورة حياة الملكة بتبقى 15 يوم دورة حياة الذكر بتبقى 24 يوم دورة حياة الشغالة بتبقى 21 يوم طيب احنا عاوزين نعرف بقى دلوقتي بقى الملكة لما تيجي تبيد بتبيد ازاي الملكة لازم تبيد في عيون سداسية اللي هي اقراص الشمع اللي موجودة في الخلية لازم تكون عيون سداسية نظيفة طب بتعرف ان هي نظيفة ولا مش نظيفة ازاي اول حاجة اما تيجي تبيد بتدخل كورونا الاستشعار بتاعتها في العين السداسية اللي هتضع فيها البيضة لان كل عين سداسية تضع فيها بيضة واحدة بس طب الملكة بتبيد كم بيضة في اليوم الملكة بتبيد من 1000 ل 1500 بيضة في اليوم طبعا انت ما تقولش يا ده رقم كبير لا ده رقم يعتبر هو الرقم المعقول عشان خاطر في موسم النشاط الملكة بتحتاج افراد كتير عشان تشتغل يبقى لازم بتبيد البيض ده واذا الملكة قل بيضها انا لازم اغيرها انت كنحال او كشغال في منحل لازم الملكة اذا قل البيض بتاعها بتعرفه ازاي بتعرفه من من البيض اللي موجود في الاقراص الشمعية طب انت تعرف شكل البيض ايه هاعرفك شكل البيض ده البيضة بتاعة النحل اللي قدامك بتبقى طولها حوالي اتنين ميلي تبقى موجودة في قاع العين السداسية الشغلات بتنظف العين السداسية وبتدهنها بتدهنها بايه بتدهنها بالبروبليس اللي هي بتستخرجه من حبوب اللقاح لان في البروبليس ده زي ما قلتلك قبل كده اللي هي بتجيبه الشغالة من الخارج من الجزوع الاشجار ومن براعم الاشجار مش اي بروبليس بيدهم به العين السداسية اسمها صقل العين السداسية بتطلع بروبليس تاني من حبوب اللقاح يبقى المعلومة دي معلومة اسرائية دي كنت بتطلع بروبليس تاني او مادة سمغية تاني بتطلعها من حبوب اللقاح اللي هي بتجمعها من الظهرة برضو بتطلع منها حبوب اللقاح دي بتطلع منها البروبليس ده وبتدهم به بتسقل به العين السداسية عشان فايدة الصقل بتاع العين السداسية ده او دهان العين السداسية ده إن هي بتحميها من المكربوات تعقيم للعين السوداسية قبل ما الملكة تبيط فيها فإذا الملكة لقيت العين مش نظيفة والعين مش مسكولة والعين مش مدهونة بكل المعاني دي أنت تعرفها يبقى ما تبيطش في العين السوداسية دي يبقى لازم الملكة تبيط في عين سوداسية مسكولة طيب أول ما بتبيط البيضة بتاعتها بتبقى في قاع العين وبتكون وغد الشكل العمودي في قاع العين يبقى دي البيضة اللي هي بتبيطها الملكة بعد كده تاني يوم يبقى ده أول يوم تاني يوم البيضة اللي موجودة في العين السوداسية بتاخد زاوية 45 درجة بتتقل البيضة بتاخد زاوية 45 درجة زي ما قدامك كده تالت يوم بتاخد الوضع الأفقي وبيتم فاقص البيضة يبقى البيضة بتاخد كم يوم عشان تفقس بتاخد تلت ايام البيضة بتاعت الملكة بتاعت النح بتفقس بعد تلت ايام طيب الملكة بتبيط نوعين منه البيض بيض مخصب وبيض غير مخصب البيضة المخصب بيخرج منه إناث والإناث دي يعني شغلات أو ملكات والبيضة غير مخصب بيخرج منه زكور طيب الشغالة دي مش أنسة الشغالة أنسة والملكة أنسة الملكة أنسة طب ليه الشغالة ما تبيطش الشغالة ما تبيطش لإن هي ممكن تبيضوا كل حاجة ولكن إذا باضت هتبيض بيض غير مخصب يبقى هيطلع منه ايه هيطلع منه زكور الزكور لا عمل لها في الطائفة إلا تلقيح الملكة العزراء بعد تلقيح الملكة العزراء خلاص ملهاش أي عمل تاني يبقى أنت عندك إذا قلنا مثلا إن 40 ألف شغالة موجودين في الطائفة وكل شغالة باضت بيضة واحدة بس مع إن ده عمرها ما تحصل طبعا المبيض بتاعها تفتح بتنزل بيض كتير جدا في العين السوداسية وإذا باضت هيبقى عندك على أقل حاجة 40 ألف زكر موجود في الخلية ما لهمش عمل يبقى هيستهلكوا العسل اللي موجود فيه الخلية اللي النحل بيتعب وبيجمعه من برة وبيعملوا عسل بيستهلك حبوب اللقاح هيعمل زحمة في الطائفة يبقى الملكة تعمل إيه؟ الملكة تقول للشغالات اوع يا شغالات طبيضي بتقول لها إزاي لغة النحل اللي إحنا هندرسها إن شاء الله في الحلقة دي لغة النحل اللي هقولك عليها وافتكر الكلمة دي وافتكر الجملة دي عشان خطر هفكرك بيها في لغة النحل إن شاء الله اللي هنقولها طيب بعد كده ده شكل اليرقات أول ما بتفقس من البيضة في أعمار مختلفة هي قدامك دي شكل يرقات تاني تبقى موجودة في العيون السوداسية احنا قلنا بيضة يرقا عزراء حشرة كاملة دي عزراء بتاعة الملكة ودي اليرقا بتاعة الملكة في البيوت الملكية يبقى البيت الملكي بيبقى فيه اليرقا اللي هي بالشكل ده اللي على شمال الصورة والعزراء بتاعة الملكة اللي هي تتحول بعد كده لحشرة كاملة أو لملكة ملكة وده كله اللي هو مقطع في البيت الملكي طيب لغة النحل بقى الانسان بيبقى ليه لغة بينه وبين زوية او بين الانسان والاخر بيبقى فيه لغة اللغة دي اما يكون بالكلام اما يكون بالاشارة اما يكون باي طريقة تاني بس فيه لغة متعارف عليها بين الانسان وبيخطبوا بيبعض يا طرى فيه لغة للنحل اه فيه لغة للنحل ايه لغة النحل دي لغة النحل اول ليه تلات لغايات اول لغة هي لغة الرقص اول لغة لغة الرقص يعني النحل بيرقص عشان بيعرف بعض حاجة ليه مغزة من الرقص ده الرقص ده اما انه هو يكون رقص دائري او رقص اهتزازي طب الرقص الدائري امتى والرقص الاهتزازي امتى الرقص الدائري او الغرض من اللغة دي نفسها ان النحل اللي بيطلع بره كشاف بره الخلية عشان يجمع رحيك الازهار وحبوب اللقاح عاوز يدخل جوة الخلية يعرفهم ان فيه رحيك ازهار قريب من الخلية بيعمل ايه اول ما يطلع يلاقي ان مسافة الازهار المتفتحة اللي هو هيطلع بره يجيب منها رحيك ازهار اول ما يكتشفها يدخل جوة الخلية بتاعته يدخل على الطائفة بتاعته يقول لهم ان فيه رحيك ازهار بره يقول لهم ازاي ازاي كان رحيك الازهار ده هو بيقيس المسافة دي قدرة ربنا صبحانه وتعالى اللي هو حطها في النحي بيقيس المسافة لو المسافة من متر لخمسين متر بيدخل جوة الخلية وعلى قمة الاقراص بيرقص بيعمل دوائر على قمة الاقراص بيطير وبيعمل دوائر على قمة الاقراص الدائرة دي اسمها رقص دائري يبقى ازا عمل الدوائر دي على قمة الاقراص النحل بيعرف انه هو هيطلع بره دلوقتي النحل الكشاف جاله من بره وقال له ان فيه رحيك ازهار على بعد خمسين متر طيب ازا كان رحيك الازهار ابعد من خمسين متر هيعمل ايه بيعمل حاجة تاني اسمه رقص اهتزازي الرقص الاهتزازي ده برضو بيبقى داخل الخلية الرقص الاهتزازي ده بيدخل هو النحل الكشاف اللي اكتشف ان فيه رحيك ازهار بره على بعد من خمسين متر لمية متر بيدخل جوه الخلية وبيقف فوق الاقراص وهو طاير فوق الاقراص وبيرقص رقص اهتزازي انه هو بيحرك جسم بيحرك جسمه من اسفل على هيئة قوس الى اليمين وقوس الى الشمال يبقى دي اسمها دورة اذا عمل من تسع لعشر دورات في خلال خمستاشر ثانية النحل بيفهم ان الغذى برا موجود على بعد مية متر يعني من خمسين لمية متر يبقى ده رقص اهتزازي من تسع لعشر دورات في خلال خمستاشر ثانية دي قدرة ربنا طيب اذا عمل ست الى سبع دورات يعرف النحل اللي هو اللي جوه اللي موجود في الخلية ان الغذاء مصدر الغذاء اللي موجود خارج الخلية على بعد من مية متر لخمسمية متر يبقى هو بيطلع برا بيجيب رحيك الازهار طيب اذا عمل اربع الى ست دورات رقص اهتزازي النحل بيعرف ان الغذاء او مصدر الغذاء موجود على بعد الف متر يعني كيلو واحنا قلنا ان النحل ممكن بيطير لحد اتين كيلو بيرجع تاني يبقى ده النحل الكشف في الاول بيدخل بيعرف النحل اللي موجود جوه في الخلية ان موجود مصدر غذاء برا يبقى دي لغة من لغات التواصل بين النحل يبقى التواصل بين الكائنات الحية كل الكائنات الحية في بينهم تواصل التواصل بتاع النحل اللي انا بقولك عليه تاني حاجة في اللغة الكيموية يعني ايه لغة كيموية لما قلتلك عشان كده النحل قلتلك مرتبط كله ببعض قلتلك اني من اعمال الملكة وضع البيت وانتاج مادة الملكة ايه هي مادة الملكة دي مادة الملكة هي فرمون بتنتجه الملكة بيظهر اثاره لنفس النوع بتاعه يبقى بيظهر اثاره لنحل نفسه بتفرز الفرمون ده بتعمل بي ايه بتفرز الفرمون دي اسمها رائحة الملكة او فرمون الملكة او مالك او مادة الملكة بتفرز المادة دي بتعرف الشغلات بعضهم ببعض بيبقى عندك مثلا خمسين خلية زي ما قلتلك خمسين خلية دي بيطلع النحل بيجيب الرحيق الازهار وحبوب اللقاح كل نحلة بتدخل خلية بتاعتها تاني طب عرفت منين الخلية بتاعتها تاني معلمها لا مش معلمها ولكن الملكة هي اللي لما فرزت المادة بتاعت الملكة دي اتحطت على جسم الشغلات وطلعت من خارج الخلية الريحة دي بيشمها النحل اللي جاي بيدخل على الخلية بتاعته يبقى كل نحلة بتدخل على الخلية بتاعتها من رائحة الملكة اللي هي افرزتها او من فرمون الملكة وكل ملكة بتفرز لو عندك انت خمسين خلية ولا ميت خلية ولا ميتين خلية بيتين طائفة كل ملكة لكل طائفة بتفرز رائحة غير التانية عشان كده لا يحدث توهان للنحل ليه؟ لأنه بيشم رائحة الملكة وبيعرف الخلية بتاعته بيط يبقى ده فرمون بتفرزه الملكة بتعرف الشغلات كمان بعضها ببعض بتعرف الشغلات بعضها ببعض لأن الشغلة وهي داخلة الخلية قلتلك في اعمال الداخلية بتاعت الشغلات منها حراسة باب الخلية حراسة باب الخلية ليه؟ لأن اي كائن حي داخل من باب الخلية الشغلات اللي موجودة للحراسة بتشم رائحة وهي دي رائحة الملكة بتاعتهم يبقى بتدخل النحلة لو مش هي دي رائحة الملكة بيظهر بيبدأ العراق بينه وبين الكائن الحي اللي داخل ده ايا كان من هو طيب دي فايدة مادة الملكة او لغة من لغات التواصل بين النحلة بينه وبين بعضه طيب في مادة تانية اللي الملكة بتفرزها في مادة تانية اللي الملكة بتفرزها أنا قلتلك إن الشغلات إناس طالما هي إناس يبقى من حقها الطبيعي إن هي تبيت طيب إيه اللي مناعها من البيض اللي مناعها من البيض مادة برضو بتفرزها الملكة وهي فرمون من الفرمونات اللي بتفرزها الملكة بتقفل بيها مبيض الشغالة قفلت مبيض الشغالة يبقى كده المبيض مش هينزل البيض لإني قلتلك لو الشغالات باضت يبقى كل البيض اللي هيطلع بيت ذكور طيب الفرمون التاني ده برضو اللي الملكة بتفرزه بتفرز فرمون بتعرف الزكور إن هي طالعة للتزاوج أو طالعة للطلقيح يبقى بيطلع وراها الزكور عشان التزاوج في الهواء الطلق يبقى ده لغة تواصل بين النحل وبعضه يبقى ده اللغة الكيموية طيب الشغالات بتفرز برضو فرمون الشغالات برضو بتفرز فرمون فلما النحل يطلع بره يجيب رحيك الأزهار الشغالة اللي هي عارفة إن رحيك الأزهار موجود في الحتة دي أو على الظهور دي بتيجي فوق الزهرة وبتلف لفة دائرية برضو بتلف جسمها لفة دائرية وبتفرز فرمون بتعرف الشغالات إن المنطقة دي فيها رحيك أزهار يبقى ده فرمون من الفرمونات لما تيجي النحلة تلدغ كائن حي تلدغ إنسان يعني بالمعنى البلدي تلسع إنسان لسع النحل أو لدغ النحل أول ما بتلسع إنسان أو أول ما بتلدغ كائن حي بيتجمع عشرات النحلات أو عشرات النحلة بيتجمعوا في نفس المكان اللي النحلة لدغت فيه الكائن الحي ده ليه؟ لأن هي أول ما بتلدغ كائن حي بتفرز برضو فرمون بتعرف النحل الباقي بتاعها اللي هو بتاع الطائفة بتاعتها إن فيه هنا عدو يبقى دي لغة من لغاية التواصل بين النحل وبعضه اللي هي اللغة الكيموية فيه لغة تاني وهي لغة إحداث الأصوات يعني إيه لغة إحداث الأصوات يعني فيه أصوات بتخرج ودي بالأخص فيه الملكات أثناء التطريد عذارة الملكات أثناء التطريد بتخرج منها أصوات فيه الخلية عندما بتطلع العذارة ساعة ما بيحصل تطريد والتطريد ده يعني إيه؟ يعني إن الملكة عندما بتزدحم الخلية بتاخد تلتين الأفراد الطائفة وبتطلع بره بتروح بتشوف مكان تاني ده كده النحل تقرب وده هتدرسه إن شاء الله بالتفصيل التطريد دي والظواهر الطبيعية اللي بتحدث فيه المنحل هتدرسها إن شاء الله باستفادة إن شاء الله بعد كده ركس الدائري قدامك تتحرك الشغالة المكتشفة داخل الخلية وفوق الأقراس فيه دوائر وتغير اتجاهها يمينا ويسارا الكلام اللي قلناه معناه إن مصدر الغذاء على بعد خمسين متر وده الرقص الاهتزازي اللي قلناه لو تسع إلى عشر دورات في خمساشر ثانية يبقى ده مئة متر مصدر الغذاء برا طيب وست دورات وأربع دورات بعد كده اللغة الكيموية اللي احنا قلناها هي برضو اللي هي فرمون الملكة وبرضو الشغالات بتفرز برضو في رمون لغة إحداث الأصوات اللي تكلمنا عنها طيب النحل ليه مجموعات ليه مجموعات النحل يبقى مش كل النحل واحد معلومة ليك أنت كده تعرفها في حوالي عشرين ألف نوع من النحل مش كل النحل اللي بينتج عسل في نحل ما بينتجش عسل في نحل نحل في نحل ضار للنبات ولكن ده مش عايش معنا هنا احنا النحل اللي عايش معنا هنا أو اللي احنا بالربيه هو النحل المستقنس اللي انت هتشوفه دلوقت مجموعات النحل أول مجموعة من مجموعات النحل مجموعة النحل الانفراضي مجموعة النحل الانفراضي ده عبارة عن زكر وأنسة بتنتهي حياتهم بنهاية الخريف السكون بتاعه بيكون على هيئة بيض في عشوش العشوش ده بيعملها في الأشجار القديمة يبقى ده النحل الانفراضي والنحل الانفراضي ده مش موجودة عندنا هنا ولا بالربيه لأنه لا يوربه طيب فيه نحل تاني اسمه نحل الشبه اجتماعي اللي بيطلق عليه النحل الطنان النحل الطنان ده عبارة عن زكر وأنسة وشغلات يبقى النحل الانفراضي ده نحل الانفراضي في الأول خالص عبارة عن زكر وأنسة بتنتهي حياتهم بنهاية الخريف النحل الشبه اجتماعي أو الطنان ده عبارة عن زكر وأنسة وشغلات اللي هي زكر وملكة وشغلات بتنتهي برضو حياتهم في نهاية الخريف فيه عندي مجموعة نحل تاني اللي هو النحل الاجتماعي ده بقى اللي احنا هندرسه اللي هو النحل الاجتماعي ده بينقاصم لحكتين نحل عسل غير مستأنس اللي هو الجبلي نحل العسل غير مستأنس ده فيه منه نوعين برضو فيه نحل جبلي كبير وفيه نحل جبلي صغير انا بقولك على كل مجموعات النحل اللي هي ممكن ان انت تكون عارفها ولكن هنختص بدراسة نوع واحد او مجموعة واحدة من النحل بس انت لازم التقسيمة بتاعة مجموعات النحل دي لازم تكون عارفها النحل العسل الغير مستأنس اللي هو بيقول عليه الجبلي ده اما نحل جبلي كبير او نحل جبلي صغير طيب بعد كده فيه نحل عسل مستأنس اللي هو ده بقى هندرسه نحل العسل المستأنس ده فيه منه النحل الشرقي اللي هو بيقال عليه هندي ويقال عليه كمان اسيوي ده النحل الشرقي وفيه نحل تاني اسمه النحل الاوروبي بيقال عليه الغربي او بيقال عليه العالمي وهو ده اللي هندرسه ان شاء الله بكل تفاصيله اللي هو فيه منه اربع سلالات فيه السلال المصري فيه القوقازي فيه الايطالي فيه الكرنيولي يبقى دي مجموعات النحل التقسيمة بتاعت مجموعات النحل دي لازم تكون عارفها النحل العسل المستأنس عشان كده في النحل الاولين اللي قلت لك مجموعة نحل انفراضي هو مش نحل عسل هو نحل من فصلة الدبابير ولكن ما بينتكش عسل عشان كده ما قلت لكش مجموعة نحل عسل انفراضي طيب نحل العسل اللي هو في المجموعة الثالثة اللي هو في النحل الاجتماعي نحل عسل غير مستأنس جبلي ده بينتج عسل ونحل عسل مستأنس ده برضو بينتج لي عسل طيب اهو ده الانفراضي اللي قدامك زكر وانسة بتنتهي حياتهم بنهاية الخريف سكونوا على هيئة بيت اهو ده برضو بيبقى فيه الاشجار القديمة بيبقى شكل النحل عامل كده زي ما قدامك كده على الصورة في مجموعة نحل الشبه اجتماعي اللي هو الطنان زكر وانسة وشغلات ده شكله بيبقى كده بيبقى مليء جسمه بالشعر اللي هو ده اللي هو غير مستأنس ده النحل الجابلي الكبير والنحل الجابلي الصغير ده بيبقى على كرس واحد بيبقى كبير بيكون الكرس دوت بيكون اتنين متر في عمق اتنين متر كرس عسل كرس نحل كبير جدا طيب اهو زي كده مثلا بيبقى اتنين متر في اتنين متر عمق طيب النحل العسل الشرقي بتكلمنا عنه اللي هو الهندي او الاسيوي ده بيعيش في الهند او بيكون موجود في الهند وموجود في اليابان ولكن دلوقتي بقى قل جدا لانتاجه من العسل بيكون قليل جدا فعشان كده دخلوا في البلاد دي اللي هي في الهند واليابان وكل بلاد اسيا دخلوا النحل الاوروبي او كما يطلق عليه الغربي او كما يطلق عليه برضو العالمي نحل العسل الاوروبي او النحل العسل يبقى هينتاج لعسل اللي هو المصري والكوقازي والايطالي والكرنيولي اللي بيربى هنا في مصر تلاتة المصري والايطالي والكرنيولي طيب هاجه اتكلم بقى في الاول خالص على سلالات النحل المربى في مصر بيكون النحل ده صغير في الحاج زي ما انت شايف في الصورة كده في مواصفات دي النحلة دي الملكة بتاعت النحل المصري النحل المصري ليه مميزات وليه عيوب طيب انت هتدرس مميزات النحل المصري ومميزات النحل الايطالي ومميزات النحل الكرنيولي وعيوب ده وعيوب ده وعيوب ده احنا بندرسهم لك ليه عشان انت تشوف النحل اللي انت عاوز تربيه وتجيب منه وتربيه يعني انا هقول لك دلوقت على مميزات النحل المصري وعيوبه انت تتقارن بقى لما تروح تشتري نحل انت عارف النحل اللي انت عاوز تشتريه ايه عارف الصفات بتاعة النحل قبل ما تشتريها ييجي مسلا الراجل اللي بيعلك طروض بتاعت نحل وانت جاي تعمل منحل بتاعت يقول لك اه ده انا عندي نحل لمصري مية مية طب ماشي طب انت متعرفش المصفاته ايه يبقى انا بيدرسها لك يبقى انا فيش حاجة احنا بندرسها لك اساسا عشان كده وخلاص لا الحاجة اللي بندرسها لك هي هتفيدك هتفيدك في ايه تفيدك في مشروع نحل لو جيت تعمله مميزات النحل المصري اول حاجة ان شغلاته نشيطة جدا في جمع الرحيق وحبوب اللقاح طب ما انا قلت لك انه هو صغير في الحجم صغير في الحجم يبقى سريع في الحركة سريع في الحركة يبقى نشيط في جمع الرحيق وحبوب اللقاح ولكن النقطة دي ممكن تكون برضو عيب عنده لان طالما حجمه صغير يبقى معدته صغيرة الحوصلة بتاعته صغيرة بتاعت جمع العسل او جمع رحيق الازهار طالما الحوصلة بتاعته صغيرة يبقى هيجب لك انتاج عسل قليل طيب دي نمرة واحد نمرة اتنين قليل التعرض للتوهان انا قلت لك ان النحلة احيانا يتوه عن الخلايا بتاعته النحل المصري قليل التعرض للتوهان هتشوف بعد كده في نوع تاني من انواع النحل او سلالة تانية من سلالة النحل بتكون كثيرة التوهان طيب تالت حاجة النحل المصري بيكون مقاوم للامراض لا يميل لجمع البروبوليس واحنا عرفنا قبل كده ايه هو البروبوليس ده البروبوليس دي مادة صمغية بتكون موجودة على جزوعة الاشجار بتكون موجودة على براعم الاشجار بيجمعها النحل بايه فايدتها فايدتها ان هو بيسد بيها الشقوق اللي موجودة في الخلية يبقى اي خلية فيها شق الشق ده ممكن يدخل اي حشرات ممكن يدخل نامل ممكن يدخل اي حشرات فبيجي النحل بيلاقي اي شق موجود فيه الخلية بيجيب البروبوليس ده ويروح سادت به الشقوق اللي هي موجودة في الخلية دي طيب هو ده عيب ولا ميزة هو ده ميزة وعيب عيب ليه عيب لي ان هو من عيوب النحل المصري برضو ان هو اذا كان او لا النحل المصري لا يميل لجمع البروبوليس هنبص نلاقي نحل بعد كده تاني بيميل لجمع البروبوليس يعتبر ميزة ويعتبر عيب عيب لان هو اثناء ما انت بتفحص في الخلية البروبوليس ده هيلزق في ايدك وهيعوق عملية الفحص التاعك في الخلية طيب يبقى النحل المصري ييميل لجمع البروبوليس في حاجة تانية ان النحل المصري بينظف نفسه من اكاروس الفاروة الفاروة دي اكاروس بيصيب النحل دخل في مصر هنا سنة 1987 فاللي باقي انا بقول لك معلومات اثرائية عشان تبقى عارف ايه اللي انت بتدرسهم مش عاوزك تحفظه خلاص عاوزك تعرف ايه هي الحاجة دي تاريخ الحاجات دي ايه يعني اكاروس الفاروة ده من الامراض اللي بتصيب النحل دخل مصر سنة 1987 وانتشر هنا في مصر واكتشفوا علاجه وهتدرسه ده ان شاء الله في الامراض اللي بتصيب النحل لان هو بيصيب النحل البالغ وبيصيب اليراقات بس ده مش موضوعنا دلوقت النحل المصري او السلالة المصرية ده بينظف نفسه من اكاروس الفاروة دي ميزة من مميزاته الميزة تاني من مميزاته ان الدفاع المستميت عن الطائفة ان شرس الطباع زي ما قلتلك هو شرس الطباع وده عيب من عيوبه هنشوف دلوقت عيوب النحل المصري اول عيب فيه اللي هو شرس الطباع يبقى انت لما تروح تشتري نحل هتبقى عارف النحل اللي هتشتري ايه هتشتري نحل مصري يبقى هو صغير يبقى نشيط ولكن جامعوا للعسل قليل طيب عيوب النحل المصري بقى عيوب النحل المصري اول حاجة بيميل للتطريد اول عيب من عيوبه بيميل للتطريد وانا قلتلك في سياق الكلام اللي قلناه قبل كده التطريد معناه ان الملكة بتاخد اكثر حوالي سلسي افراد الطائفة وبتطلع بره الطائفة في النحل المصري كتير جدا بيحصل كده وده عيب من عيوب النحل المصري لان ظاهرة التطريد دي زي ما هي ظاهرة طبيعية ولكن ظاهرة غير مستحبة في المنحة في المنحة البتاعك طيب تاني عيب من عيوب النحل المصري ان كمية العسل اللي بينتجها قليلة وقلت لك ليه قليلة هو صغير في الحج وسريع ونشيط ولكن طالما صغير في الحج يبقى معدته صغيرة شغلاته شرسة ميالة لللسع انا قلت لك الشغالة شرسة هتتعبك وانت بتفحص اول ما تفتح الخلية مش هتعرف اللسع جايلك منين طيب بعد كده لا يتجمع في فصل الشتاء للمحافظة على درجة حرارة بتاع الطائفة اللازمة للحياة يبقى ما بيتجمعش في فصل الشتاء عشان يعمل تدفئة داخلية على الحضنة يبقى داعيب من عيوب النحل المصري طيب هنبص بعد كده لسلالة تاني من سلالات النحل وهي النحل الايطالي النحل الايطالي بيختلف عن النحل المصري انه هو كبير الحج ايه ده ملكة النحل الايطالي اللي قدامك في الصورة مميزات النحل الايطالي بقى اول ميزة من مميزات النحل الايطالي انه هو هادة طباعة قلت لك النحل المصري بيكون شرس الطباع يبقى كده فينا حالين كتير ما بيحبوش يقتنوا النحل المصري لانه شرس الطباع النحل الايطالي بيكون هادي الطباع هادي الطباع يبقى بيريح النحال وهو شغال يبقى ما بيفضلش يلدغ فيه النحال وهو شغال بيبقى هادي بيبقى وقوفه على برواز اللي انت بتفحصه بيبقى وقوفه هادي ممكن يقف هادي جدا ممكن تشتغل بدون كفاس كمان بدون جوانتي تاني ميزة من مميزات النحل الايطالي وهو قليل المل التطريد قارن انت بقى بين النحل المصري والنحل الايطالي احنا قلنا ان النحل المصري من عيوبه انه هو بيميل التطريد النحل الايطالي قليل المل التطريد طب هو التطريد ده ظاهرة حلوة ولا ظاهرة مش حلوة لا زاهرة مش حلوة طبعا وزاهرة لازم ان دي من الظواهر الطبيعية اللي بتحدث في المنحل بتاعك اللي هقولك بعد كده في درس التطريد ازاي تحمي منحلك من التطريد وتحمي التواقف بتاعتك من التطريد ان انت بتخسر نحل من اللي موجود عندك في المنحل بتاعك يبقى قليل الميل للتطريد ده من مميزات النحل الايطالي طيب من مميزات النحل الايطالي برضو انه هو بيميل لتربية الحضنة في بداية الربيع عشان تستمر في الخريف طبعا احنا عارفين ان فيه الخريف بيكون النحل قليل النحل قليل يبقى بيعتمد يبقى انا عاوز ان في بداية الربيع الملكة اللي موجودة عندي في سلالة النحل اللي موجودة عندي ان هي تنتج بوت كتير تنتج حضنة كتير عشان خاطر تستمر معي في الخريف طب هي مدة النحلة عمرها كام يوم عمر النحلة عمر الشغالة بتبقى حوالي خمسة واربعين يوم ولكن عمرها في الخريف والشتاء ممكن يقعد لشهرين يبقى انا عاوز النحل اللي موجودة عندي اللي انا بربيه انه هو ينتج لي حضنة في بداية الربيع عشان خاطر تستمر معي في الخريف وتقضي معي الشتاء بدون نقص في اعداد الطائفة في ميزة تاني من ميزات النحل الايطالي وهو بينتج شمع ناصع البياض دي عشان القطاعات العسلية والقطاعات الشمعية اللي هي انت ممكن تنتجها في المنحة البتاعك وتبيعه ليه؟ لان القطاعات العسلية دي لما يكون الشمع ابيض ده بيبقى مرغوب بالنسبة للراجل اللي هيشتري منك مرغوب في السوق الراجل اللي هيشتري منك قطاعات شمعية بيبقى الشمع كده وجوال عسل لو لونه ابيض ماشي لو لونه داكن او لو لونه غامق ده مفيش اقبال منه عن الناس يبقى الشمع الناصع البياض ده من مميزات النحل الايطالي ان هو بينتج لك نحل ناصع البياض بينتج محصول وفير من العسل انا قلت لك النحل الايطالي حجمها كبير حجمها كبير يبقى معدتها كبيرة معدتها كبيرة يبقى انتجها او حصولها على رحيق الازهار هيبقى بكمية كبيرة ولكن في عيوب برضو للنحل الايطالي ايه عيوب النحل الايطالي اول عيب من عيوب النحل الايطالي وهو شديد الميل للسرقة هو بيحدث سرقة النحل ايه بيحدث سرقة في النحل ايه السرقة اللي بتحدث في النحل دي ان في طائفة بتبقى معندهاش تغزية وبتكون قوية تدخل على طائفة تاني بيكون موجود عندها عسل جوه بتكون ضعيفة بتدخل وبتسرق العسل اللي موجود جوه طيب ايه اضرارها اضرارها ان بيحصل عراق بين الطائفتين ويموت افراد دحل كتير عندك من الخليتي ايه او من الطائفتين يبقى ديه السرقة النحل الايطالي من عيوبه انه هو شديد الميل للسرقة وشديد الميل للسرقة ليه كمان لانه هو عندما بيجي يقفل العيون السوداسية اللي هو خزن فيها العسل بيسيبها لا يحكم لا يحكم قفل العيون السوداسية فبتنزل منها العسل يبقى ده برضو سبب من اسباب السرقة اللي هي بتحدث في النحل تاني حاجة وتاني عيب من عيوب النحل الايطالي انه لا يتحمل شدة البرودة لا يتحمل شدة البرودة تالت عيب من عيوب النحل الايطالي انه بيجمع البروبليس بكثرة زي ما قلتلك جمع البروبليس وعدم جمع البروبليس جمع البروبليس ممكن يكون عيب وممكن يكون ميزة ميزة لانه هو بيسد بيه الشكوك اللي موجودة في الخلية وعيب لانه هو بيعوق عمل النحال اثناء الفحص تبص تلاقي ان البروبليس ده وهو الراجل ان شغال في الخلية ويطلع برويس ويشوفها ويفحص تبص تلاقي البروبليس ده يلزق فيه ده ويلزق فيه اللبس اللي هو لبسه يبقى ده عيب من عيوب النحل الايطالي اللي هو يجمع البروبليس بكثرة طيب فيه عيب تاني ان هو كثير التوهان احنا قلنا من عيوب النحل كله ان هو لما يكون كثير التوهان يبقى النحل الايطالي ده كثير التوهان عيب تاني من عيوب النحل الايطالي ان هو بيستهلك كثير من العسل اللي بيخزنه يبقى هو يخزن العسل في الموسم بتاعه وفي الموسم تفتح الازهار ويجي تبص بعد كده انه بيستهلكوا بكاثرة مهم خزن العسل عشان يستهلكوا بس فيه استهلاك عن استهلاك يفرق النحل الايطالي بيستهلك عسل كتير قوي فده عيب من عيوب النحل الايطالي عندي بعد كده فيه نحل تاني اسمه نحل كرنيولي نحل كرنيولي النحل الكرنيولي ده مختلف شوية عن النحل الايطالي والنحل المصري ولكن فيه تشابه بينه وبين النحل الايطالي النحل الكرنيولي دي الملكة بتاعته اللي قدامك خلي بالك الرقم اللي عليها ده في تربية الملكات ان شاء الله هقولك ايه النقط اللي بتبقى ملونة محطوطة على ظهر الملكات بالطريقة دي مميزات النحل الكرنيولي ايه اول ميزة من مميزات النحل الكرنيولي انه هو كبير الحجب كبير الحجب يبقى زي النحل الايطالي انه هو بيجمع لك عسل كتير نمرة اتنين هادي الطباق هادي الطباق يبقى انت هتفحص الخلية بتاعتك بدون خوف وهتفحص الخلية بتاعتك هتفحص الطائفة اللي انت رايح تفحصها بدون ما ينايلك النحل بيه اللدغ زي بقى من عيوب النحل المصري افتكر بقى على طول عشان نعمل مقارنات من عيوب النحل المصري انه هو شارس الطباق شارس الطباق يبقى بيهلدغ كتير طيب مميزات النحل الكورنيولي انه هو هادي الطباق من مميزات النحل الكورنيولي برضو انه بيتحمل برد الشتاء خلي بالك افتكر على طول من عيوب النحل الايطالي انه هو لا يتحمل برد الشتاء ومن عيوب النحل الايطالي برضو او من عيوب النحل المصري انه هو ما بيدفيش الحضنة بتاعته كويس ولكن النحل الكورنيولي بيتحمل برد الشتاء يبقى أنت تختار أنت النحل اللي أنت عاوز تربيه واللي أنت عاوز تشتريه رابع ميزة من مميزات النحل الكورنيولي وهو لا يتعرض للتوهان قلتلك النحل الإيطالي من عيوبه أنه هو بيتعرض للتوهان في ميزة تانية من مميزات النحل الكورنيولي وهو قليل استهلاك العسل في الشتاء قلتلك النحل الإيطالي بيستهلك عسل بكاثرة ولكن النحل الكورنيولي من مميزاته انه هو قليل استهلاك العسل في الشتاء بعد كده من مميزات النحل الكورنيولي برضه انه هو بينتج شمع ناصع البياض زي بالضبط النحل الايطالي بينتج برضه شمع ناصع البياض ولكن النحل الكورنيولي الشمع بتاعه بيبقى انصع بيبقى ابيض من اكتر بياض من النحل الايطالي ودي ميزة من مميزات النحل بعد كده النحل الكورنيولي لا يميل لجمع البروبوليس لا يميل لجمع البروبوليس ولكن النحل الايطالي يميل لجمع البروبوليس والنحل المصري لا يميل لجمع البروبوليس يبقى كده دي مميزات وعيوب عاوزك على طول تعمل مقارنات بين النحل المصري والنحل الإيطالي والنحل الكرنيولي طيب النحل الكرنيولي ماليش عيوب؟ لا النحل الكرنيولي برضو ليه عيوب؟ ولكن كل سلالة من سلالات النحل لها عيوب وليها مميزات يبقى أنت تطني النحل اللي أنت عاوزه من عيوب النحل الكرنيولي أول حاجة أنه ميال للتطريد ميال للتطريد زي ايه؟ زي برضو النحل الإيطالي تاني حاجة أنه له قابلية علي الإصابة بالأمراض احنا قلنا النحل المصري مقاوم للأمراض النحل الكرنيولي له قابلية علي الإصابة بالأمراض ده من عيوبه ولكن أنا ممكن أتغلب على العيب ده في أن أنا أعالج كويس أعرف المرض إيه وأعرف أعالج المرض كويس طيب من عيوب النحل الكرنيولي برضو لا يميل لجمع البروبليس يبقى موضوع جمع البروبليس وعدم جمع البروبليس ممكن يكون موجود في العيوب وممكن يكون موجود في المميزات يبقى عيوب النحل الكرنيولي لا يميل لجمع البروبليس ومن عيوب النحل الإيطالي أنه هو يميل لجمع البروبليس يبقى ميله جمع البروبليس أو عدم ميله لجمع البروبليس ممكن يكون ده عيب وممكن يكون ميزة طيب يبقى أنا كده درست أو عرفتك أنواع النحل وسرولات النحل في الأول حلقة عرفتك لغة النحل ولغة النحل مراجعة سريعة اللي احنا قلناه لغة النحل اللي هي الرقص لغة الرقص ورغة اللغة الكيموية ولغة إحداث الأصوات وعرفنا الثلاث أنواع من اللغات دي اللي هي بيتعامل بها النحل مع بعض اللي بيتعامل بها النحل مع بعض عرفنا بعد كده مجموعات النحل عرفنا النحل الانفرادي النحل الشبه الاجتماعي والنحل الاجتماعي وسرولات النحل يبقى أنت كده تقدر تختار النحل اللي أنت هتكتريه إن شاء الله الحلقة الجاية هندرس مساكن النحل أتمنى أنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعتنا دي وأتمنى أنتوا ترجعوا للي احنا درسنا قبل كده وتمنياتي لكم بالتوفيق مش في النحل بس تمنياتي لكم بالتوفيق في كل المواد اللي عليكم ونسأل الله أن يجمعنا على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة